ترجمة نانسي قنقر وسباق الخيل بالرفة والذي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة العيد الوطني المجيد لجمال الخيل العربية الأصيلة تعكس مكانة مملكة البحرين في رياضات الفروسية والرعاية الفائقة التي تحظى بها هذه الرياضة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن البطولة تتزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه والتي يحرص من خلالها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على إخراجها بأفضل صورة تنظيمية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركة الواسعة من الملاك والاستبلات والمرابط في مملكة البحرين تؤكد المستوى التصاعدي لجمالية الإنتاج البحريني وتطور هذه الرياضة العريقة التي تشهد تنافسا مثيرا ويظهر المشاركون جماليات الخيل العربية الأصيلة في العروض المشوقة والمتميزة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن البطولة هي إحدى الفعاليات الهمة التي ينظمها الاتحاد وتحظى بشعبية كبيرة لدى محبي رياضات الفروسية والخيل العربية بشكل خاص باعتبارها بطولة ذات مذاق خاص لمحبي رياضة جمال الخيل حيث أنها تجمع بين الجمال وتناسق جسم الخيل بالإضافة إلى القوة والأصالة وعرب سموه عن تقديره للجهود البارزة التي يبدلها الاتحاد الملكي وكافة اللجان والحكام وحرصهم على تنظيم مثالي للبطولة متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين هذا وانطلقت بطولة العيد الوطني المجيد لجمال الخيل العربية الأصيلة الحادية عشرة وسط مشاركة كبيرة من الملاك والاستبلات والمرابط ترجمة نانسي قنقر